بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله هنتكلم عن الممنوع من الصرف صيقة منتهى الجموع وصيقة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة ولابد أن يكون إذا كان بعد ألف جمع التكسير ثلاثة أحرف لابد أن يكون أوسطها يأساكنة مثل مسادة ستائر مدارس معالم كل ذلك الممنوع من الصرف لأنها صيقة منتهى الجموع جمع تكسير ينتهي بألف بعدها حرفان وكلمة عصافير وتماثيل ومفاتيح وميادين ومحارب كلها جمع تكسير ينتهي بألف بعدها ثلاثة أحرف أوسطها يأساكنة فإن كان أوسطها متحركا فلا تمنع من الصرف أي إذا كان جمع التكسير ينتهي بألف بعدها ثلاثة حروف وسط الثلاثة حروف الأخيرة متحرك لا يمنع من الصرف انظر تلامدة جهابدة سيعرف عمالقة هذه الأسماء الأخيرة لا تمنع من الصرف فلتصرف وتنون الاسم المنتهي بألف التانيس المقصورة الزائدة الاسم المقصور اسم آخره ألف مفتوح ما قبلها مثل سلوى ليلى لبنى ذكرى وهكذا كل ذلك ممنوع من الصرف سواء كانت للمفرد المؤنس أو لجمع التكسير زي جرحة وقتلة الاسم المنتهي بألف التانيس الممدودة وهو اسم آخره ألف بعدها همزة زائدتان بعد حرفين أو أكثر مثل فقراء صحراء حمراء كرماء سعداء إن كانت الهمزة أصلية أو منقلبة عن أصل صرفة الكلمة مثل أعداء منقلبة عن الواو وداء وبناء وابتداء وإنشاء كل ذلك يصرف لأن همزته ليست زائدة لما إذا كانت الهمزة زائدة فإن الاسم يمنوع من الصرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر